ما هو أديم؟ هذه التقرير الأمنية التي يُعتبرنا هذه المخبرين أن تقرون بنا سيدنا هاو تقرير؟ مفهول في انا هاو تقرير ها؟ نعم سيدنا ماذا؟ قريتهم؟ التقرير الأول يقول أن هناك حالة تزمّر بان نسوان الضيعة من طريقة معاملة الرجال للقل التقرير الثاني يقول هناك حالة تزمّر بين أهال الضيعة من طريقة حكم المختار للقل والتقرير الثالث يقول هناك حالة تزمر بين أهالي الضيعة من المغفر وعناصره ومعاملته لأنهم مبسوط كتير بهالتقرير لا طبعا سيدنا لازم نطرب بيات من حديد ونزكت كل المتزمرين زكي ما بدك تعرف من هن المتزمرين لحتى تعرف كيف تخرسهم سيدنا مكتوبهم بالتقرير إنه المتزمرين هن كل أهالي الضيعة وبدك تخرس كل أهالي الضيعة نعم سيدنا من خرسهم منقبض عليهم ومن دكهم بالحبس بيخلصوا سيدنا بيخلصوا يا مجنون إذا اعتقلناك الأهالي الضيعة فون حبسنهم نحن عامين بنحكم بعدين مكتوب سيدنا كيف أجدك هالفكرة وكيف أجدك هالفكرة يألكش حمار يا ميشان سيدنا إجدتي فكرة ليش ما منقبض عن نص والنص التاني منخليه برات الحبس مشان نحكمه بقتلك بقتلك هالكلمة بينصرف عندي بدي تقرير مفصلي عن حالة التزمر بالضيعة بدي أسماء أشخاص معينة تنعتقلهم بدي عنوين وأماجن محددة تندهمها لأنه حرام وما بيجوز أبدا الصالح يروح بعض الطالح وإنقص الشرفة يروحوا دعوة في الإجراء وين حبسه ظلم حرام حرام مع الحق سيدنا حرام هلا تشمع لي كل مخبرينك وبتفهمهم بدي تقرير الفصلي بدي أسماء معينة وأماكن محددة مفهوم؟ مفهوم سيدنا بدي التقرير يكونوا عندي اليوم حالة التزمر لازم نقضي عليها بأسرع وقت ممكن وإلا بيستعصي أمرها علينا طمم سيدنا طمم ما راح تستعصي راح نقضي عليها بأسرع وقت ممكن وسنضربه بيجن من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بعمل الطائعة والاستقرارة طلع من والشي طلع ضلعك من بلعك هيدا اللي شاطر فيه الشعارات مرحبا شبيب آه شباب هون ما بقى نقدر نحكي كتير لأن الخشبيت إلا أدنين بعدين لازم ننسي الأمر مع أبو سخر وأبو سخر اليوم مش فاضي نزل على مديني يستقبل ابنه سخر بقى بكرة بتجمعوا كلكم حيلكم تجوا عندي على البيت وهوني يكمل ناقش تفاصيل الخطة شباب شباب يلا كل واحد عطاولتو رفيقاتي نسوان الضيعة الكرام نحنا اجتمعنا اليوم حتى نناقش أمر خطير وكتير مهم رجال الضيعة عم بيستغلونا أبشع استغلال عم بيخلونا نجلة ونخصل نطبخ وننفخ ننظف ونشتغل بالأرض هيدا عدا عن مهمتنا الأساسية اللي هي الحبل والولادة ومستلزماتها وهن ما عندن لا شغلة ولا عملة غير يعدوا بالأهوة يتعمروا ويصرخوا علينا الحق عليكم ما عم بتعفوط ربوا رجالكم شوفوا يا نسوان نحنا مش لازم نخلي رجال يتحكموا فينا بعد اليوم لازم نوقفهم عند حدن الله وإيدك بس كيف إيد بزنانك بس كيف نحنا اللي لازم نحكم الضيعة نحكم الضيعة كيف كيف؟ سريح كيف؟ هلأ جايبتنا من بيوتنا مش نتمزح معنا هيك مسحة؟ هنحكم الضيعة قال هنحكم الضيعة نحنا نحكم الضيعة نحنا نحكم الضيعة نحنا نحكم الضيعة شوفكم؟ مثل الحمام المعطوعة ميتو؟ خلونا نفهم من ربا بشو عم تفكر؟ كاملة ربا كاملة؟ يا جماعة يا جماعة أنا مش عم بمزح أنا عم بحكي عن جد وعندي الخطة اللي بتخلينا نحكم الضيعة ونغير كل قوانينا ونخلي رجال يحترمونا غصبا عننن بس بدي مساعدتكن ايه زيك أنا جاهزة وأنا كمان جاهزة وأنا كمين جاهزة وأنا وبنتي جاهزين أم رباح وأنت شو؟ أنا حصاب الخطة انعشبتنا بساعدكم ما عشبتنا أنا متكين متضيع من جوزة متكين متى حماء وعلي الخطة أنه نخطف المختار واستلم أنا المخترة بداله و بس استلم المخترة بسلمكم كل أمور الضيعة و بحرركم من الطبخ و النفخ و شغل الأرض و كل شيء وقلي رجالكم يشتغلوا بدالكم يا عيش نبا يا عيش نبا ما تنعيت بس انا موافقة و انا موافقة و انا موافقة كتير 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 اذا هيك موافقة انا و بنتي لا امي انا مني موافقة اذا بتدبرولي عريس وتجاوزولي رح اننيس اذا هيك شغلي هايني كتير بس استلم المخترة قوليلي عالعريس لبديك ايه و انا مستعدة اخطبلك ايه اذا هيك انا موافقة موافقة و بصملك بالعشرة عن اذنكم بدي ارد ايه ده جاوزة ما حدا يحكي لان ايه لي طرق انا بالبيت الو اهلين ابو داغير كيفيك مين عندك ما عندي حدا شعبت عاملات عاملات داغير على البسكليات بسكليات؟ اني كم مرة نبهت عليك ما تلق البسكليات بايديك ببيو جريكي اذا بدك تلعبي داغير ما في مانيعك بس بسكليات دراجية ايه انا لازم خبركن وعلمكن كيف ربيت جاوزة و ربيت الامل برأس جاوزة لانه الشغلة هي بتبلش من اول ما تليفوني تليفوني عم بيرن هيدا جاوزة شروبة برد؟ وبعدين معكن ومع تليفوناتكن يا عمي بدنا نخلص الاجتماع اذا ما بدك مختارة مبرد مبرد خلاص ما تقول لبالك شو مختارة بعد ما صارت مختارة؟ ايه خلصينا وردت ايه طيب رح رد بس ما تتخلى علي انتي كمان ايه اه اهلين ابو وردي شو صار بالغدا؟ بلشت تطبخي ولا لساة؟ طبعا بلشت اقليك ها عم بدن بالرز فوق اللحمة ساعة زمن وبيكون الغدا عندك لا تتأخري ها بزعل منك بعدين انتي بتعرفي زعلي صعب لا ما رح اتأخر يلا مع السلامة بدي اعرف اطبخ بلوك شوصتكم شوصتكم خدسونا بقى وانسنا بالاجتماع كلكم وفعتوا على فكرتي ما عادة امرباح بعد ما اسمعنا رأيك انا موفعة بس على شرط شوه؟ استلم انا المختارة ليش لا تستلمي يا انتي انتي بشو احسن مني ها؟ انا اغنى منك وافهم منك واقوى منك واحسن منك واطيب منك واحلى منك واطول منك واطول منكم تلكم سوا يا امرباح انا بعرف بامور المختارة لاني لقطة كم شغلة من جوز المختار انتي بتفهمي بالمخفر لانه جوزيك رئيس المخفر بكرة بس نعمل الانكولات بتستلمي انتي رئيس المخفر اذا هيك انا موفقة بس وينك من هلا اخناقات بيني وبينك ما بدي تجاوزيت بين صلاحياتك وصلاحياتي ما بدي بنحكم الضيعة دويكة وكل واحد منا بيعرف قدره بيلزم حده وانا موفقة لكي نسمعو كيف لازم نرسم الخطة وبي ديمقراطية شديدة ما بدي حدا يعترض موسيقى